الموعد الرياضي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم تم الكشف عن البرنامج الكامل لبطولة إفريقيا للعبين المحليين التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة من الثالث عشر جنفي للرابع ففري من عام 2023 وخلال دور الأول من المنافسة سيحظظ ملعب الراقب العاصمة مقابلات المجموعة الأولى أما ملعب التاسع عشر ماي بعنابة فسيستضيف مباريات المجموعة الثانية وملعب الشهيد حملأوي بقسنطينة مقابلات المجموعة الثالثة فيما يحظظ ملعب بلود هاتفي بوهران مقابلات المجموعتين الرابعة والخامسة وسيستمر الدور الأول من الثالث عشر جنفي للرابع والعشرين من ذات الشهر حيث يواجه المنتخب الجزائري بقيادة ماجيد بوغرا في مقابلة الافتتاح ليبيا الثالث عشر جنفي بملعب بلراقي ثم إثيوبيا في السابع عشر والمزنبيق في الحادي والعشرين من ذات الشهر ببراقي في الدورية الإنجليزية أنهى نوتينغام فورست سلسلة نتائج ليفر بول الإيجابية عندما تغلب عليه بهدف للصفر ضمن المرحلة الثالث عشر من البلمير ليغ نتيجة أوقفت سلسلة انتصارات الريتز التي بلغت ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات ليبقى في المركز السابع مؤقتا بستة عشرة نقطة فيما رفع نوتينغام فورست رصيده إلى تسع نقاط تاركا المركز الأخير مؤقتا في المركز التاسع عشر يسعى ريال مدريد لتحقيق انصاره الرابع على التوالي في الدورية الإسباني وتعزيز موقعه في صدارة جدود الترتيب عندما يستقبل إيشبيليا ويتقدم فريق كارلو أنشيلوتي حاليا بفريق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني برشلونا بينما يحتل إيشبيليا المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط فقط من أول عشر مباريات في الموسم ويدخل الند الملكية اللقاء بعد الفوز بثلاثية نظيفة على إلتشي خارج أرضه بالإضافة إلى الفوز بمباراة الكلاسيكو على برشلونا نهاية الأسبوع الماضي وفي إيطاليا يخوض إنتر ميلان الإيطالي معجهة قوية عندما يحل ضيفا على فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ويسعى إنتر ميلانو لمواصلة انتصاراته في الكالتشو فيما يأمل فريق فيورنتينا في استعادة نغمة الانتصارات بالدورية الإيطالي بعدما تعادل في الجولة الماضية خارج ملعبه مع مضيفه ليتشي قال كاليدو كوليبالي قائد خط وسط أو خط دفاع منتخب السنغال وتشيلسي لينجيزين المتخب السنغالي يهدف ليصبح أول منتخب إفريقي يفوز بكأس العالم في البطولة التي تقام في قطر بعد أقل من شهر واحد وقال اللاعب السابق لنابولي الإيطالي في تصريحات خاصة بها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن المنتخبات الإفريقية تفتقر إلى احترام ذاتها واحترام إمكانية فوزها حقا بكأس العالم وأضاف أن منتخبات القارة السمراء تعتبر أن تجاوز دور المجموعات أمر جيد دون أن تضع أهدافا أقوى ويرى كوليبالي أن ممثلي إفريقيا بحاجة إلى التفكير بشكل آخر ورفع سقف الطموحات إلى أكثر من مجرد الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في نهائية كأس العالم انتخبت كريمة طالب رئيسة جديدة للاتحادية الجزائرية لكرة اليات خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة السبت بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوظياف وحصلت كريمة طالب رئيسة نادي بو مرداس على 67 صوت مقابل 20 لمترشح الثاني عبد المجيد بوزيد فيما ألغيت 9 أصوات خلال أشغال الجمعية الانتخابية التي عرفت حضور 196 عضوا من أصل 133 الذين يشكلون الجمعية العامة ستواجه حاملة اللقب الولايات المتحدة منتخبة هولندا في دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 في تكرار مبكر لنهائي كأس العالم 2019 وتم إجراء مراسم القرعة لمنزل السيدات في حفل نقيمة في مدينة أوكلاند النيوزيلندية الولايات المتحدة بطلت البطولة أربع مرات وقعت في المجموعة الخامسة مع كل من فيتنام وهولندا بينما لم يتم بعد تحديد الفريق الرابع الفائز من الملحق المؤهل البطولة والتي ستقام أو ستلعب لأول مرة ب32 فريق تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات من أربعة منتخبات ختام المواعد رياضي لمزيد تابعونا على مختلف منصات قناة الجزائر الدولية على الإنترنت إلى اللقاء